رئيس الوزراء الصيني لي كيتسيانغ حذر من أن الاقتصاد يواجه تحديات خطيرة في عام 2014 التصريحات تأتي بالتزامن مع بيانات ضعيفة أثارت تكهنات بأن المصرف المركزي سيخفف من السياسة النقدية لدعم النمو المتباطئ لي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في اليوم الأخير من اجتماع البرلمان السنوي لما حيلان بيجينغ قد تتسامح مع توسع أبطأ للاقتصاد هذا العام مع دفعها لإصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو أطول أجلا وأكثر استدامة أنا لا أنكر أننا قد نواجه وضعا أكثر تعقيدا هذا العام من خلال تحديد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.5% نحن نضمن نوعا من المرونة تراجع النمو في الاستثمار ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لأدنى مستوياته في عدة سنوات يشير إلى تباطئ ملحوظ في الشهرين الأولين من السنة لي لم يدخل في حيثيات المرونة التي يمكن للحكومة أن تتقبلها قبل اتخاذ تدابير للمساعدة في النمو مذكرا بما كان قد أعلنه وزير المالية أي النمو يعني خلق فرص عمل أكثر